لاحظ جواب المسيح كانوا يعني مؤمنين أكثر من كل الجليليين اللي أجوا من الجليل حتى يعيدوا في العيد هنا مأساة بكل معنى الكلمة مذبحة يعني هون حدثت مذبحة بلاطس العنيف الشرس المتغطرس قتل دماء أبرياء ناس عم بتعبد جاي تعبد الله وفي ناس كانوا ثورجية بنفس المكان وعلى فكرة يقال يعني مش أكيد بس يقال أنه هاي الحادثة سببت العداء بين هيرودوس أنتيباس اللي هو ابن هيرودوس الكبير وبين بلاطس البنطة صاروا أعداء وانت رجعوا اصطلحوا عند صليب المسيح عند صلب المسيح صار في بناتهم صلح أليس عجبا أن هاي الحادثة حتى الفئات الدينية اللي بتكره بعض الصدقيين اللي هم جماعة الليبرال خليني باختصار والفرسيين هم جماعة الكتاب المدققين اصطلحوا عند صليب يسوع المسيح هنا مأساة مذبحة بكل معنى الكلمة كان جواب المسيح لهؤلاء عن الجلليين إن لم تتوبوا فجميعكم كذلك تهلكون ألم يقل مرة لا تخافوا من الذين يقتلون الجسد بعدين ما فيش تاني يعملوا خافوا من الذي له السلطان أن يضع الجسد والنفس كليهما في جهنم في جهنم النار وبعدين على طول اقتبس الحادث المعروف كمان في هذه الأيام الناس اللي بيشتغلوا بنوا ببرج عشان مثل ما حكيت عم بيبنوا أكوا داكت نفق نأنفاق وجسور يعني معلقة حتى يجيبوا المي من المنطقة الجنوب إلى داخل أورشليم لأنه الكل بيعرف فلسطين عايشة على بركة الرب ما عناش مصدر تاني للمي سوى ربنا سبحانه وتعالى إذا أمطرت الدنيا في بركة إذا لم تمطر يعني مأساة فحدث أنه أدول عم بيعملوا مشروع خيري لخير الأمة للناس وهن عم بيقوموا في شيء للخير لمصلحة أورشليم لمصلحة الهيكل لمصلحة مثل بركة بيت حزنا مثلا اغتسال الأغنام والتنظيف والتنقية والغسلات والوضوء عند اليهود حتى قبل الصلاة ودخول الهيكل للغسلات من الميكفي التقسية الغسلات التقسية فالمي مهم جدا وتكون مي جارية فإذا هؤلاء اللي عم بيعملوا العمل الخيري سقط البرج وماتوا 18 واحد برضو نفس الجواب الحادثة الأولى كانت مأساة بسبب الإنسان وشراسة الإنسان وحرب الإنسان ضد أخي الإنسان الحادثة التانية كارثة كارثة طبيعية بكل معنى الكلمة الجماعة الأولى كانوا جماعة الجليليين والجماعة التانية جماعة أورشليم سواء جليلة أو أورشليمة فكان جواب المسيح نفس الجواب إن لم تتوبوا فجميعكم كذلك تهلكون هذا هو الباكراوند الخلفية للمثل اللي كمل فيه الرب يسوع المسيح